السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الاثنين ثلاثين تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الثور ورح ينتقل لبرج الجوزة تقريبا الساعة ثلاثة وسبع دقائق من عصر اليوم ورح يظل في الجوزة لغاية يوم الأربعاء واحد احداش يعني بيبدأ خلو المسار يعني بيظل لغاية الساعة تسعة وتسعة وعشرين دقيقة مساء من مساء الأربعاء لينتقل القمر بعدها لبرج السرطان القمر الآن موجود في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة تقريبا لغاية الساعة 12 و11 دقيقة من بعد منتصف الليل هاي اللي الأحد على الاثنين بعدها القمر رح ينتقل لمنزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم وغيرها ومن الأفضل عدم البدء بأي عمل جديد رح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10 و41 دقيقة من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر بما أنه من الآن ولغاية ساعة العصر تقريبا رح يكون موجود في برج الثور معناته بنصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على نفسنا ماليا وأنه نحاول أنه نبعد عن اقتراض أو إقراض الأموال وخصوصا اقتراض الأموال من البنوك أو من الأصدقاء وعادة لما يكون القمر موجود في برج الثور ننصح بالبدء ببرنامج إلو علاقة يا بتوفير يا باهتمام بالعقارات بمنزل بسكن باستعجار بيت أو صياني أو ترتيبات أو قضاء وقت ممتع بالمنزل أو لقاءات عائلية بالنسبة لأول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين نبتون هاي الزاوية طبعا اليوم رح تبدأ تأثيراتها لو 30 عشرة ورح تستمر تأثيراتها ليوم 8-11 ذروتها يوم 3-11 الساعة 10 وخمس دقائق مساء بتوقيت جرينيج بالنسبة له هاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب الجنسية والعاطفية يعني شوي هيك بتقلب مزاجنا أو هيك بتخلينا مكتئبين حزنين أو منشعر بالمحاسبة الذات أو جلد الذات بتسبب لنا ارتباك وخيبات أمل في حياتنا العاطفية بتشجعنا على استهلاك المفرط للكحوليات أو المخدرات أو المهدئات أو المنشطات عادة لما بيكون في زاوية تقابل بين الزهرة وبين نبتون بتزيد خلال هاي الفترة التحرش الجنسي أو اغتصاب الأطفال أما دوليا فهي بتدل على تراجع مداخيل أسطول البحري والصيد البحري والصناعات اللي بتتعلق بأمور إلها علاقة بالصيدلة وصناعات النسيج والتجميل بسبب يعني هاي الشغلات كلها بصير فيها نوع من أنموعة تراجع بسبب تخاذل وتكاسل العاملين بهذه القطاعات الأعمال الفنية اللي تطرح في الأسواق في هاي الفترة ما بتلاقي النجاح المطلوب بل بالعكس ممكن تأتي بنتائج عكسية أو بعكس ما كان متوقع بسبب غياب الحس الفني فيها أو بلاقي بعض الفنانين خيبة أمل كبيرة أنه بكونوا متوقعين شيء وبصير شيء آخر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 35 دقيقة بعد منتصف هاي الليلة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية وأمور الها علاقة بالتلفز والسينما والكنميل لكل ما هو مدهش وغريب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نيبتون هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة 11 و35 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي خلو المسار رح يبدأ ساعة 11 و35 دقيقة ظهرا ورح يستمر لغاية الساعة تقريبا ثلاثة وسبع دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الجوزاء هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراش ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثلاثة وسبع دقائق عصرا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقل وبصير في برج الجوزاء عشان هيك نبدأ في فترة منشعر بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ولكن المشكلة أنه بالفترة هاي منتقلب بأفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة قال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية طبعا ممكن نستغل هاي الفترة بأخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الأخيرة زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون ذرودها الساعة أربعة وثلاث دقائق بعد العصر من واجه مصاعب عرقي لبتطلب منا أن نبذ الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود لبي يفتقر البعض للشجاع اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادة ميالين للكآبة بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة آدم أما من ساعات ما بعد العصر بصير عندنا الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل هذا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية طبعا ما زالت الأجواء لا تصلح للعمليات الجراحية وخصوصا الأعضاء اللي ذكرناها ممكن إذا كانت اضطرارية لباقي أعضاء الجسم ولكن مش لهذه الأعضاء بالنسبة للأمور التجميلية برضو اليوم ما بنصح لأن تأثيرات الخصوف ما زالت موجودة فبلاش مغامرات إلها علاقة بعمليات التجميل لا حق ولا جراحة ولا يصلح هذا اليوم لازالة الشعر الزايد ولا يصلح لقص الشعر التجميلي أو الصبغ ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يتواجد في برج الجوزاء خلو المسار القادم رح يكون الساعة 12 و 36 دقيقة من ظهر يوم الأربعة و 11 و رح يستمر حتى تمام ساعة 9 و 29 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها و يستقر في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 16 يوم في تمام الساعة 53 دقيقة عصرا بصير 17 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب و طباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 سعيدة بنسبة 15% القمر في الثور بده ينتقل في ساعات العصر للجوزاء و رح يضل في الجوزاء ليوم 1-11 منتحس الان بنسبة 15% في ساعات الظهر منتحس بنسبة 40% في ساعات العصر بتنزل نسبة النحوس إلى 10% عطارد في العقرب حتى يوم 10-11 منتحس بنسبة 75% الزهرة في العذراء حتى يوم 8-11 سعيد بنسبة 15% المريق في العقرب حتى يوم 24-11 منتحس بنسبة 40% المشتري في الثور بيتراجع حتى يوم 31-12 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 15% و أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 بعدين بيبدأ بعملية التراجع سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية لغاية ساعات العصر ممكن تكون مفاجأة وتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن تعالج استحقاق مالي أو ممكن يكون في زيادة في المصاريف أو صرف الأموال الأهم أنه ما في داعي للمغامرات المالية أما من ساعات العصر وما بعد فهنا بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزه قصيرة وبرضو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنه تكون مستعد للانطلاق لأنه رح تبدأ مرحلة جديدة وقوية جدا بالنسبة لأيلك وخصوصا من بعد ساعات العصر برج الثور بالنسبة لأمواليد برج الثور طبعا ما اليوم ثقتكم بأنفسكم أكبر من الأيام السابقة ولكن عشان فترة خلوه مسار فيها ممكن شوي هيك يكون فيه تقلب في المزاج ولكن بظل فيه نشاط بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي أما من ساعات العصر وما بعد فبتصبح الفترة هاي بتحمل معها فرص مالية بتكون مفاجئة وممكن تيجي من خلال عمل إضافي أو دعم أو مستردات هبات هدايا وبتنشطوا بالاتصالات والزيارات وممكن تهتموا لترويج لخطة أو زيارة مع برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هذا اليوم ما زال لغاية ساعات العصر بيتطلب منكم عدم المبالغة في جودكم الجسماني حاولونك تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب أما من ساعات ما بعد العصر بتصير فترة قوية جدا لأن القمر خلاص بوصل عندكم فبتصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة بإمكانها أنها تعزز من وضعكم في نشاط في حيوية وتعتبر بداية فترة مميزة واستثنائية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا رح يبدأ الضغط الآن لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب فبظل في نشاط مع الأصدقاء بعلاقاتكم الاجتماعية ممكن يفاجئكم أحدكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن زي ما حكينا ممكن تتحسس من أي تصرف من بعض الأصدقاء وصير في سوء تفاهم أما من ساعات العصر وما بعد فهنا القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني حاولوا أنكم تنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم بشكل روتيني دون إهمال صحتكم وما ترهنوا على الحضود برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر ما زال موجود في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فبتضل فترة جيدة من الآن ولغاية ساعات العصر للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبيوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن بتكونوا تحافظوا على سمعتكم وما تتخذوا قرارات بدون ما تدرسوها بشكل جيد أما من ساعات العصر فهنا بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته وممكن اليوم يتوجه لك دعوة أو لقاء ما بينك وبين أحد الأصدقاء أو المعارف برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا الآن التركيز كله رح يكون على التنقلات والاتصالات زي ما حكينا يوم أمس وخصوصا الخارجية أو مع أجانب أو أشخاص خارج البلاد ولكن زي ما حكينا أنه هاي فترة بتنجحوا فيها باتصالاتكم وسفرياتكم وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم ولكن من ساعات العصر القمر رح يوصل لبيت السمعة فعشان هيك يستغلوا الأعمال في ساعات الصباح وما قبل قلو المسار أما في ساعات العصر وما بعد فيصبح هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبغسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن هاي الفترة ممكن يكون فيها قلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن يتواجه مسؤولية أو عبئ مهني برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الأجواء بتظل إلها علاقة بالتركيز على الأموال المشتركة من الآن ولغاية ساعات العصر فبيظل في فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض أو بنك أو ضريبة أو تعمين أو ميراث أو ترتيب بعض الفواتير أو تحصيل أموال بتخصكم ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية وممكن برضو مصريف عائلية أو منزلية أما من ساعات العصر وما بعد فهنا بتنشطوا بالاتصالات وخصوصا لبعيدة أو مع أشخاص خارج البلاد وبتنجحوا بأمور إلها علاقة بما يتعلق بالسفر والاتصالات الخارجية وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحبائكم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما فبظل الوقت مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبرضو بوسعكم تعزيز شراكاتكم لغاية ساعات العصر ولكن طاقتكم ما زالت ضعيفة فما تتخذوا أي قرارات حاسمة ما تعصبوا ما تدخلوا بأي مشاكل أو تفاقموا المشاكل أما من ساعات العصر وما بعد فبتتغير الأوضاع بتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى وصلها بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب للكم بتكون بحاجة للرعاية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا القمر الآن بده يبدأ بمراحل المقابلة فعشان هيك بتشعروا اليوم أن طاقتكم تبدأ تنزل تدريجيا بيبدأ العمل بالتراكم عندكم ما عندكوا قدرة على إنجاز الكثير من الأعمال أو ممكن تتغيبوا عن أعمالكم خلال هذا اليوم اللي بيكون عنده عمل ممكن يكون عنده كثير من الأعمال فيضطر أنه يعمل وقت إضافي نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قصد كافي من الراحة أو حاولوا أنكم ما تبدأوا بأي عمل جديد وانتبهوا لصحتكم لغاية ساعات العصر أما من ساعات ما بعد العصر فبيصبح هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبغسعكم تعزيج شراكاتكم ولكن القمر مقابلكم تماما فبيتكوا تحذروا الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معكم برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبواسعكم ممارسة نشاط فني من الآن ولغاية ساعات العصر ممكن تهتم ببعض الأمور الشخصية أو ترفيه أو تغيير جو أو هندام حتى لغاية ساعات العصر زي ما حكينا أما من ساعات العصر وما بعد ورغم تراكم العمل إلا أنه بظل في عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم نظموا جد والغذائكم واخذوا قصد كافي من الراحة وما تلتخوا بالقشور والأمور الثانوية وخصوصا من ساعات ما بعد العصر ويحاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيظل الجو بيركز على البيت وعلى العائلة لغاية ساعات العصر فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية ممكن تهتموا بأمور الهلاقة بالبيت أو بالعائلة أو صياني ترتيب مناسبة حدث معين خبر صار صحة أحد الأحبة أشياء من هذا القبيل أما من ساعات العصر وما بعد فهنا بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبغسعكم ممارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبيا لأنه ممكن اليوم تجدوا حليف في دعم تصوراتكم الأجواء بتصير ممتازة جدا على المستوى العاطفي وعلى مستوى التقرب ما بينكم وبين الأحبة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بظل فيه نشاط على مستوى الدراسي والسفر والاتصالات ومنك أشخاص ممكن يخرج فيه نزهة أو ترفيها أو تغيير الجو والأجواء داعم لكم حتى مع الإخوة مع الجيران أما من ساعات العصر وما بعد ولكن قبل ما ننتقل إلى ما بعد العصر أهمش أنه من الآن ولغاية ساعة العصر تنتبهوا أثناء قيادة السيارة بعضكم ممكن يهتم بموضوع العلاقة إما بسيارات أو الإلكترونيات يا شراء يا صياني يا أشياء من هذا القبيل أما من ساعات العصر وما بعد هنا بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنه ما تسمحوا العواطفكم بالتأثير على سلوككم وأداكم ما تنفعلوا حتى لو شعرتوا بالإنزعج هي من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة